زلزال الشرق الأوسط ينذر بعلامات القيامة اهتزت الأرض أمس وأول أمس على وقع حزمة من الزلازل المدمرة أسقطت نحو 50 ألف قتيل ومصابة وأخلفت أثارا جمّة من الضمار والهلاق في عدد من دول الشرق الأوسط وأخصة في تركيا وسوريا والعراق وفلسطين ولا يزال مسلسل الضحايا مستمرا تحت الأنقاض اندلع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المسيّرة في لاتفيا يوفر إمدادات الجيش الأوكراني وأعضاء في حلف شمال الأطلس الناتو وانتشرات سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف قرب موقع الحريق في المصنع الذي تديره شركة ايجي أوتونيمي الأمريكية في ضواحي العاصمة اللاتفية ريجا وننتقل إلى الأخبار المحلية اعتمد الدكتور ردا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة فصل الدراسي الأول لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج العام الدراسي 2020-2023 وذلك للعام الأول على نظام الترمين بنسبة نجاح 95.6% نفات وزارة القوى العاملة إرسال رسائل نصية تضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لصرف ضفعة جديدة من منحة الألف جنيها مؤكدة أن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص وتقديم التوعية لـ 32.932.752 امرأة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019 حتى الآن حذر تلهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الأربعاء حيث تشهد البلاد طقسا مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي نشرتنا للاقتصادية سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 30.15 جنيه للشراءة و30.25 جنيه للبيع كما سجل سعر صرف الدينار الكويتي 95.41 جنيه للشراء و99 جنيه للبيع وارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الأربعاء ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارا 1710 جنيهات للجرامة كما سجل عيار 18 1466 جنيه وعيار 24 يسجل 1954 جنيه تستهدف الحكومة من خلال وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة زراعة نحو 25 ألف فدان من الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات خلال الموسم الجاري وذلك بعد نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة وننتقل إلى أغبار الرياضة يترقب عشاق الساحرة المستديرة في العالم ضقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء التاريخ بين النادي الأهلي وريال مدريد الإسباني على ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباطة في نصف نهائي كأس العالم للأندية كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض مالي كبير قد يصل إلى 6 مليارات جنيه سترليني لشراء نادي منشستر يونايتد المنافس في الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يواجه نادي نانت الفرنسي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد نظيره أنجييف السابعة والربع مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير ضمن منافسات دول 16 ببطولة كأس فرنسا وفي نشرتنا الفنية أعلن مترب The Voice Kids خالد الفائد اعتزاله الغناء بشكل نهائي مؤكدا أنه كان يتمنى أن يكون مؤذنا منذ صغره وأنه يتمنى أن يتجه للنشاد الديني والمتح النبوي خلال الفترة المقبلة يتزامن اليوم الأربعاء مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة شاديا إذ ولدت في مثل هذا اليوم وحفرت اسمها بأحرف من ذهب في سماء الفن وأطلق الجمهور عليها لقب ضلوعة السينما المصرية بسبب تألقها في تقديم أدوارها مثل الزوجة 13 ومرات مدير عام وعفريت مراتي كانت معكم سماح حماد من تلفزيون الوبدة ولمزيد من التفاصيل تابعونا على الوبد دوت نيوز إلى اللقاء موسيقى